هنا كنت بدي استوقفني دورات أو كورس للغة الهيروغليفية لا 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 خط. والهيراتيقية هو خط مختزل من الخط الهيروغليفي. والضموطيقية هي خط أكثر اختزالا. أما القبطية فهي 24 حرف يوناني. تم إضافة سبع حروف مأخوذة من الضموطيقية اللي هما الشاي والفاي والهوري والجانجا والتشيما والتي. عشان أكمل بهم المنطقات اللي اليونانيين افتقدوها. وإحنا عندنا زي مثلا نيجي يقولك خبيبي. ما هو شعارف يقول ح. شعارف يقولك حبيبي. فبقولك خبيبي. لأن حرف الخاه مش موجود عنده. فعشان كده أنا بقولك إيه. الشاي. الشين مش مكانش موجود عندهم عند اليوناني. فالنطق بتاحه. فأنا كمصري قديم عايزة أقول شين. فعشان كده جبت سبع حروف مأخوذة من الضموطيقية. وضفتوهم للـ 24 حرف اليوناني. وتم إضافة رقم اللي هو السؤوس رقم سبعة. عشان أكمل بيهم اللي هو المنطقات بتاعته. وكان عندنا أكتر من اللهجة اللي هي البحرية والسعادية والفيومية والأخميمية. تقول كلام جميل قوي وكلام جديد. بس هو طبعا مش بتاعها. لغة بيقولوا ناية مش لغة. تقولت إيه. خط هيرغليفية. لا إحنا لو عايزين نقول لغة نقول لغة المصرية الأديلة. طب بس في ناس عايزة تتعلم عايزة تتعلم. ومال ما فيش محر. إحنا المصرين طب كانوا بتكلموا إيه. يعني أنت بتقول إنه ده خط مش لغة. طب إحنا لما بنيجي ساعات كده. يقول لك إيه. اكتب اسمك بالهيرغليفة. ويقول لك. دي يعني سين ودي يعني نون. الحاجات دي بجد. الحاجات ديت مش صح. اه رسا ورسا. ده بتقول إنه هو خط مش لغة. بس أنا حنمشي مع بعض واحدة واحدة. يلا بينا. أولا إحنا الحد الآن وإن ظهرت بوادر لينا بتقول لنا إنه إحنا عندنا متورس من اللغة المصرية الأديمة في لغتنا العربية. وعندنا منطقات كتيرة جدي. يعني كلمة بايا أم يعني في يوم وهكذا. وحصل عملية تحريفات في حاجات كتيرة جدا. لكن إحنا النطق اللي إحنا بنمطقه للغة المصرية الأديمة هو نطق لاتيني. نطق لاتيني. لكن لو أنت عايزة تعرفي من المصريين القدماء كانوا بتكلموا إزاي. ارجع للقبطية. لأن يا القبطية أقرب حاجة للنطق بتاع المصرية الأديمة. القبطية أقرب حاجة للنطق بتاع المصرية الأديمة. مش في كل الكلمات. وحاجزة أقول لحضرتك على حاجة. لكن إن ده صارت يعني لغة ما نقدرش دلوقتي نقول بالزبط. كانوا بيتكلموا إزاي؟ احنا توصلنا لبعض الحاجات من خلال أبحاث علمية وكلام من ده. وأعتقد أن الفترة الجاية لأن طبعا أن كل واحد أنا عامل بحث. اجتهادات. يعني أنا مثلا كنت عامل كنت عامل محاضرة في مكتب تسكندرية. كانت من حوالي أربع سنين. كانت بمناسبة كانت مرور 15 سنة على فتح مكتب. كانت محاضرة جميلة جدا عن تأثير القبطية على إحياء اللغة المصرية القديمة. أريد أن أقول لنا حضرتك على حاجة الناس اللي بتقول لك ده لغة ميتة وأنتم مش عارف إيه. حضرتك لو رجعت اللغة المصرية القديمة هتلاقي فيها قواعد وجرامر نحوية. إحنا عندنا اللغة العربية في النحو سيباوي. اكتشف في النحو. وشوفي من كم سنة. إحنا كمصريين قدماء. حطوا أسس وقواعد للنحو منذ أقدم العصور. من أكثر من خمس تلاف سنة. أنت عندك تركيب جمل. أنت عندك جملة اسمية وجملة فعلية. نومنال سنتنس وفيربال سنتنس. يعني جملة فعلية بتكون من فاعل وفاعل ومفعول. طبعا. أكيد عشان يتكلمه لازم يكون فيه قواعد. ويشان يكتبه لازم يكون فيه قواعد. يوصقه لازم يكون فيه قواعد. الموضوع مش سهل. أرجع للبيت المصري القديم. الأسرة المصرية. كانوا هل في عدد متعارف عليه من الأطفال أو من الأبناء. ده اللي كان يعني اللي يزود عن كده يبقى قطر.